اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله يسلمك ويخليك وخطاك اللاش اولا مشكور على الدعوة الكريمة للقاء هذا بس قبل لا نتكلم انا بأسجل امانة وما حب امده واحد قدامه اسجل اعجابي في شخص اسمع مرتقي اللي قدر يترك بصمة الساحة الاعلامية الكويتية واصبح مميز في لقاءات وحواراته امانة انا اشد على ايد اي واحد اي طاقة كويتية شبابية تكون في الساحة الاعلامية السياسية وانا اشوفك انت احد هؤلاء الشباب اللي اتوقع له مستقبل شهادة اعتز فيها من اعلامي قدير انت اليوم في برنامج مثير الجدل وعادل الزواوي مثير الجدل عدل لا كل الجدل اللي سويته في الفترة السابقة وعادل الزواوي هو مثير الجدل مو عادل الزواوي من اللي مثير الجدل مجموعة الثمانين وليست مثيرة الجدل مثيرة للعجاب مثيرة للجدل الآن الإعجاب هذا عاد حسب من يتعاطى أو من يتعامل مع مجموعة الثمانين بس هناك حتى المجموعة الثمانين مع كامل التقدير والاحترام لها العمود الفغري لمجموعة الثمانين هو عادل الزواوي وبالتالي هو عادل الزواوي هو المثير للجدد لا أقوي لا مجموعة الثمانين عبارة عن مجموعة من أهل الكويت زين أتوسم فيهم الخير وأرى فيهم الرشد والقدرة على العطاء السياسي وأنا قلتها من زمان أن مجموعة الثمانين ما هي إلا مجموعة مشورة وطنية تقدم المشورة وتسعى لترسيخ بعض المسميات والمصطلحات في المجتمع الكويتي زين ولكن شاكر لهم ثقة منهم فيني طلبوا مني وآنا أفرض هم طلبوا مني أن أكون المنسق العام والمتحدث الآن إلى أن ينتهي المكتب التنفيذي من توزيع الصلاحيات وتوزيع المسميات وهذا قريبا إن شاء الله راح أتوقع بعد رمضان إن شاء الله طيب أنا راح أتكلم بعد شوية أكثر على مجموعة الثمانين والجدل حول مجموعة الثمانين ولكن أبي في البداية أبدأ من موضوع الجناسي هذا الموضوع اللي برز على السطح في السنوات الأخيرة وفي الفترة الأخيرة تحديدا كان لعادل الزواوي تحديدا نصيب الأسد في التصدي لهذا الملف بالطريقة اللي يمكن الكثيرين لما كانوا يتابعون هذا الملف شافوها لكن أنا بتوقف عن بعض المحطات من خلال بعض التغريدات وبعض الكلام اللي أنت ذكرتها وأبي أستوضح منك أكثر ليش كل هذا الدفاع المستميت في ملف الجناسي يعني على سبيل المثال أنا برزعك إلى تغريدة كانت لك في أكتوبر 2017 ذكرت فيها بزعامة النائب عبدالوهاب البابطين هل هي كتيبة هدم المعبد؟ ملف عودة الجناسي أهم أجنداتها لسنا مع توجهات الحكومة الخاطئة ولكن لسنا مع ثقافة التأزيم التي يقتات عليها برلمانات الماضي تشكلت مجموعة برلمانية بزعامة النائب النشط عبدالوهاب البابطين البابطين ظاهرها الرحمة وقد يكون دون قصد بعض أعضاها في باطنها في باطن أجنداتها هدم المعبد البرلماني في عودة لتأزيمات التسعينات التي أوقفت عجلة الإنجاز والتنمية وين التأزيم باللي سوا عبدالوهاب البابطين؟ خلص سؤال أول شيء أشكرك عبدالوهاب البابطين من الشباب اللي كنا نتوسم فيهم الخير وكنا نحاول ونستميت إلى أن يصلوا للمجلس وكنا نقول نبي شباب يصلون أمانة أنا أحد الناس اللي يدفعوا أو عملوا أو حاولوا أو يجتهدوا لكي يصل الشباب إلى هذا المجلس كفانة تراهلا في هذه الدولة كفانة تراهلا في جميع القطاعات سواء في البرلمان أو حتى في الحكومة للسعي جل وقت إن في شباب يديرون ولكن للأسف قاعد أشوف إن بعض الشباب بعض مو كلهم فيهم مجموعة أو فيهم أفراد أتوسم فيهم كل الخير عبداللهالباطين منهم؟ أتحفظ على الإجابة من زين عبداللهالباطين من نعم فيك شخص أنا بالعكس أحترمه جدا وأحترم نشاطه واجتهاده ولكن شنو الغلط أنا لا أعرف أختلف معاه في موضوع الجنسية ليش؟ هو أحد اللي طالبه أو يسعى أو يجتهد أو يجاهد في أنه يكون تعديل قانون المحكمة الإدارية فهي المشكلة؟ أنا أشوف المشكلة ليش؟ لأن أنا متأكد أو أطالب ما هو متأكد أطالب بأنه يكون موضوع الجنسية هو موضوع سياسي عفوا سيادي لا يعبد فيه عن طريق المحاكم قضاء في النهاية القضاء أخو شوف سلطة القضاء على هذا الملف القضاء ملاذنة أنا شخصيا رفعت عليه دعوة من أحد أفراد الأسرة ولم أجد إلا القضاء ينصفني جيد فأنت لجأت القضاء اسمح لي ما هو لجأت وهو لجأ للقضاء راح تشكع عليه والقضاء أنصفك شيخ من الشيخ اللي هو الشيخ مالك حمود المالك الصباح أيام التخبات السابقة أطلع عن الموضوع لاتكلب سأقول لك شنو القضاء وشنو إيماني أنا بالقضاء لأن قضاء في الكوية قضاء صراحة نزي وقضاء يشرف الكويت قبل لا يشرف القضاء نفسهم فكتبت لما رشح نفسه قلت يجب أن لا يرشح نفسه وأنا ضد ترشيح أفراد الأسرة في الانتخابات ضد دخوله المجلس الأمة طيب تركو لنا أنتم لكم الحكم وإحنا لنا التشريع والرقابة ورفع عليه قضية مو إحنا رفع عليه قضية وقال أن أنا قاعد أحاول أتدخل بينه وبين الأسرة وقال عني كلام ما قريت الأذبار اللي حاطينا هو محامي على فكرة ونجأ للقضاء وصل لها الحين من وقت الانتخابات إلى اليوم من 2016 من 2016 من شهر ديسمبر إلى اليوم الحيوانة في لندن الحمد لله حكم القضاء لي بالبراء وقال للنقد اللي قال عادل الزواوي هو نقد مباح مكتوب في الحكم نقد عادل الزواوي هو نقد مباح فهذا إشادة منك في القضاء بأن القضاء أعاد لك حقك حسب كلامك عفواً مو إشادة أقف احترام للقضاء الكويت جيت فليش ما تبي عبداللهاب الباطلين إلا في موضوع الجنسية ليش الجنسية أنا أبي يكون موضوع سيادي بيد الدولة بيد الحكم سلطة عندها قضاء جزء من الدولة قضاء جزء من الدولة أنا أدري أنا أدري الآن أنت اسمح لي قانون المحكمة الإدارية لا يمكن أن تدخل في موضوع الجنسية ليش؟ لأن الموضوع سيادي أو يريد يغيرون هذا أنك تقدر تلجأ للمحكمة الإدارية أنا ضد الموضوع لا أنا أبي أحنا نبي نفهم هو واضح أن أنت ضد الموضوع محمد لكننا نبي نفهم أنت ليش تضد الموضوع في النهاية أنا عمر عشان لا نعطي مثال على الحال الثاني أنا أعطيت الجنسية لسبب أنه لم أتم اسقاط الجنسية لن تسحب الجنسية منك إذا أنت كويتي أخذتها اسمح لي أخذتها بالطريقة القانونية ما في أنا سحبت جنسيتي نعم نفرض فرضية فرضيات هذه فرضيات فرضيات ما هي واقعة أنا لأي سبب كان أنا سحبت جنسيتي في النهاية أنا أعطيت الجنسية وسحبت هذه الجنسية لسبب قد أعلمها وقد لا أعلمها نعم طيب الملاذ الوحيد أمامي هو القضاء فأنا أرجع للقضاء القضاء هو اللي راح يقول الكلمة للفيصل يا أما ترجع جنسيتي أو ما ترجع فأنتم وين المشكلة معكم إذا أنا لجأت للقضاء شوف أولا أنا أرفض أرجع جنسيتي للقضاء اسمح لي أنا هذا رأي مثل ما أنت رأيك لازم القضاء ليش لأن أنا ما زلت مؤمن وأصر أو أطالب أن يكون موضوع الجنسية بما أن الموضوع سيادي يكون لدى السلطة السلطة المانحة هي التي تسحب ولن تسحب السلطة بشهادتي أنا وبشهاد التاريخ إلا لم تسحب جنسية كويت إلا سلمان بوغيث هذا لأنه فعل ثاني آخر تم خارج دروس الكويت وخارج سيطرة دروس الكويت ولكن أي كويتي تسحب جنسيتها عطني أي كويتي تسحب جنسيتها ماكو ماكو كويتي أنا أقول لك أنت يا عمار تقي مدام جنسيتك أنتأخذتها بطريقة الغانونية واكتسبتها لن يكون في سحب لك أنت مافيه ولكن اسمحني ما عندي ضمن أنا وأتكلم أنا матери ثقة يمكن أنا هم ما عندي ثقة يمكن أنا ما عندي ثقةicus عمار ما عندي ثقة فانا الملاذ اللي يعطيني الأمان هو القضاء اللي احنا قاعد نتفق اثنيننا انه هو القضاء ملاذنا الأخير والآمن فنلجأ للقضاء والقضاء والكلمته مشكور كلام ترى هذا حلو كلام منطقي اذا تقوله يعني فيه شيء من المصداقية ولكن انا مصر على ان هذه المصداقية قد تقودنا للعلاق باتر اسمح لي ما اتكلم عن القضاء اتكلم عن حقك في انك تسأل القيارة السياسية لسحبو الجستيتي مثل ما انت قبلته يمنحونك اياه قبلها بالسعب منك اسمح لي بس خلي قولك شيء ويمكن الكلام هذا اول مرة اقوله انت من تقول كان قرار السحب قرار سياسي وترجع حكم وتقول لم يكن لم ولن يكون قرار سياسي والكثير يقولون لم يكن قرار سياسي وانا اقول يمكن يمكن ما كان قرار سياسي ولكن النتيجة وين الحراك السياسي اليوم وين الحراك السياسي اليوم اللي وقفه وين خليواقفون الحين الجماعات اللي كانوا يطلعون بالحراك السياسي وخلي روحون قاع ساحة الارادة وخلي يدعون للناس اذا يأحد هذا موضوع ثاني علاقته بالجناسي فكر في الجناسي وفكر في السحب اللي صار فكر بمن يعني أنا قاعد أتكلم على شرائح جديدة خلط المجتمع الكويتي تكلم على شرائح جديدة خلط المجتمع الكويتي أنا اليوم أنا اليوم لو قلت لكويت الكويتيين مثل ما قاعد ينقل في مجموعة 80 مثل لما أنه أقعد أقول لكويت لأهل الكويت ويا أهل الكويت ولو وقت في ساحة الإرادة لو الله يعطيني الصحة صدقني لأجمع لك أرقام وأعداد ما أنزل الله بها من السلطان ولكن أرفض ولا يمكن أسويها ولا يمكن أنزل للشارع بالعكس أنا أطالب بأن الشارع لا يؤجج أنا أرجع مرة ثانية على نفس الجزية موضوع القضاء لن تغير رائي لأن أنا أنا لا أغير رائيك أنا كنت أريد أن أستوضح رائيك لأن وأريد جواب مقنع في النهاية أن شنو خشيتكم في مجموعة 80 من النجوء للقضاء أنت قاعد تقول لي مع كامل احترام والتقدير للقضاء في النهاية هذا الملف لازم يبقى كان و سيبقى بيد السلطة السياسية يعني في نهاية السلطة القضائية هي جزء من النظام أيضا السلطة القضائية جزء من النظام والسلطة القضائية أنا لما ظلمت ما أنصفني للقضاء فليش ما تعطيني الفرصة ما عدا في موضوع السيادة ليش هذا الاستثناء أنا أطالب يا أخي مو استثناء أنا أطالب أنا للقيادة السياسية اليوم قالت أن ترى إحنا مافقين أن موضوع الجنسية ينقل إلى يحق لكل واحد مسحوبة جنسية تيروح للقضاء أنا راح أطالب للقيادة السياسية وأترجع عليها أو أتمنى عليها أنها لا تترك هذا الملف ويكون بيدها يعطيها على الأقل يبقى هذا يعني الملف القوي نزين في يدها ليش ما نفقاهم جنسية؟ ليش؟ قاعد أقول لك أنا ليش؟ قلت لك كلمة قلت لأنا نروح للمنحة قلت لك وين الحراك السياسي اليوم؟ وين الحراك السياسي اليوم؟ معنات الجنسية صارت ورقة سياسية للضغط على المعارضين السياسيين في حال إذا أنت تماديت المعارض السياسي كاهو قاعد نحن الدولة الوحيدة في الكوين اسمح لي نحن الدولة الوحيدة في العالم اللي المعارض يقول اللي يقوله أنا قلت كلمات وقلت أشياء عن السلطة وعن أنا أرفك من السلطة حتى عن النظام وحتى عن الحكومة وأروح أنام في بيتي هاني نزين؟ وبالعكس يعني قاعدني يقابلون القيارة السياسية وأتكلم عنه وأنا ساعات أنا يا أخي لما تكلمت ضد رئيس الوزراء مرّة طلعت في أحد المقابلات وقلت أنه الصامت الأكبر يستقبلني ثاني يوم وقال لي رحم الله من أهد إليه عيوبي هذا شيء إداري مو شيء سياسي ولكن ما نتكلم عن السياسة أنت في الكويت اليوم في نعمة أني قاعد تتكلم على راحتك عندك مجس أمه هو الوحيد في المنطقة لا تقوضونه يا جماعة بس هذا بمحمد البعض قاعد يقول أنت قاعد تستخدمه بما يتوافق مع هواك السياسي يعني أنا خلني يعني أستحضر كلامك اللي أنت ذكرته بشكل أو بآخر كان في يونيو 2017 مو هواي السياسي بس خلأ أقول لك أنا كلمتك اللي استخدمتها عقبوا مو هواي السياسي أنا أطالب أن تكون الكويت الكويتيين أطالب أن أهل الكويت قوموا المتسيدين وأنت أحد أفراد أهل الكويت أنت في يونيو 2017 على الموضوع إعادة الجناسي اللي صار وصار في سحب وعيدة للبعض عدل أنت شقلت أنتم كنت خاطب في حكومة شنو الكلمة الدقيقة كمل أنا ناسي أنتم في يوم كان بأيديكم صوت مصلط على الفساد والحراك وأي تيارات لا تنشد الخير لهذا البلد أعدتم الصوت بأيديهم هذا كان تعليقك بعد موضوع إعادة الجناسي سيد أحمد السعدون وما زلت مصر عليه على فكرة سيد أحمد السعدون نعم أنت تعتبر موضوع الجناسي صوت بيد الحكومة أتمنى يكون صوت بيد الحكومة على على ناس مشكوك في جنسيتكم أصلا مشكوك أصلا حتى في قرار الذي نعطى فيه يعني يا أخي إذا كان في خطأ ومارسنا أخطاء في الكويت في يوم ما في إعطاء الجنسية لناس هذا ليس خطأ خطيئة يا أبو محمد خطيئة كبيرة خطيئة كلامك حدو فأنا ليش إذا كان في خطيئة وتبي تتصلح اليوم وسحبت من بعض قال لم تسحب الجنسية لقرار سياسي ترين كتب قال إنه والله لقرار سياسي نسحب الجنسية لا يا طلعه مزور يا مدلس يا أخي واحد منهم وهم قدم كتاب لزارة الداخلية يقول لأ أبوي ترى ما أبوي واحد من هالأربعة وما أقدر أقول لأ برنامتك لكن أقدر أقول لألك عقب سيد أحمد السعدون أنا برجع بعد شوي على قضية القضية التي تفضلت فيها لكن سيد أحمد السعدون أعلق على موضي عادة الجناسة أتحدد الحكومة أن تثبت التزوير في قضية سحب جنسية الضرغش والآن وقد عاد الحق لأصحابه أبي تعليقك على هذا أولاً لازم نسجل دائماً أعتبر نفسي تلميذ لأحمد السعدون ولكن اليوم سني إذا كان عندي وجهة نظر مخالفة لازم أقولها ولازم أصرح فيها لا لا العفو أقول لك لازم أصرح فيها لو كان عندي وجهة نظر مخالفة مو أقول لك في عندي وجهة نظر بالنسبة لبرغش أنا ما أحب أتكلم في موضوع لأنه ما أحب أسمي بالأسماء ولكن بس هذا مثال جدال الأصار صحبة الجنسية وعادت نعم ويقول لأحمد السعدون عاد الحق لأصحابه عاد الحق لأصحابه أنا أتحفظ على كلمة عاد الحق لأصحابه أنا أشوف جنسية البرغش ما كانت حق وعاد لأصحابه أنا اللي ذكرت اسمها إسمك تقول برنامجك مثير للجدل مثلاً مثير للدعاوي والقضايا يعني مثير للجدل بس أنا أرفض أن أقول بالأسماء ولكن أقول لك أنا عندي تحفظ على إعادة ملح الجسي أنت ذكرت في تغريدة سابقة أيضاً إعادة الجناسي إذا كان المقصود شوارب بعض النواب ترى الشرافة تقصيرة نعم وسمو رئيس الوزراء راح يقلب عليه المجلس نعم وراح يقلب عليه المجلس ويصير هو الخاسر الأكبر نعم الحكومة تشتري النواب في موضوع الجناسي؟ نعم لو ما تشتري النواب في موضوع الجناسي كان ما صارت الهدنة اللي صارت العام الماضي كان فيه هدنة من بعض النواب مع سمو الرئيس بس لموضوع الجناسي ولو ما كان فيه موضوع الجناسي ما صارت حصن رئيس الوزراء من الاستجواب عشان موضوع الجناسي بس صار قبول من قبل الأطراف المتبنية وبين قبل الحكومة فمن عانت الحكومة طرف يا أبو محمد أكيد هي طرف وخطأ ومن ذلك الحكومة صح الحكومة خطأ نحن اليوم اللي نعانيه في موضوع الجنسية سبب من أسباب أخطاء الحكومة مو هذه الحكومة الحكومات على مر التاريخ الحكومات من أواخر الستينات إلى اليوم فليش تابون الشعب يدفع الثمن ليش تابون الناس يدفع الثمن الناس اللي قاعد تسحب جناسي ما أحد نسحب جنسيته إلا إذا كان مخطئ أو مزور أو مدلس المزور والمدلس هذا الجزية جدا مهمة بس خلينا توقف عنده شوي طيب أنت هي تقول لي الحين أنت إذا مزور أو مدلس أو أنت قمت بعمل غير قانوني ترى المخطئ اثنينة المانح والممنوح بس نحن بس قاعد نتكلم عن الممنوح نعم ونقاعد نتكلم عن المانح نعم ولم يعني ما شفنا أحد قدم احنا شفنا لا سنسحب الجناسي ما ندري من هو صاج من هو الشاذب ما ندري فيه ناس انسحب الجناسيهم طيب من هو اللي يعطيها الناس الجناسي لا من تسقط الجنسية أبدا اسمح لي لا لا اسططة الجنسية ولا تسقط الجنسية لا اسمح لي بدون سبب طيب خلنا نقول في سبب خلنا اتفق مجازم لأننا شيء تظلم الكويت بني قاعدت اسمح لي خلنا اتفق مجازم بس هذا مشكلتنا كلها أن يا جماعة أنا ما أقبل كلمة أن الكويت تظلم أحد وتسحب الجنسية من أحد أنا ضد هذا الكلام أنا أعطيتك مثال كلام أحمد السعودون قبل شوية ما علي أحمد السعودون لا رأية يعني أنا بالنسبة لي كلام أحمد السعودون ما قرأة قرأة منزل هذا رأية أنا أختلف معها طيب أنا بس خلأ 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 إنت تقول لي عادل الجنسية وهذا عادل حق لأصحابه أنا أقول لك أتحفظ على القرار طيب احنا خلنا نعطي مثل والأوكان الأمر بيدي أتفق في المثل هذا أننا الحين هناك أحد مزور فيه مزور نعم وتم إسقاط الجنسية أعطيت الله الجنسية بشكل خاطئ وأسقطت الجنسية طيب يقول لك نحن ماشا تمام أوكي يعطيك العافية كما قلنا ننظف البلد في موضوع التزوير من هو الذي أعطاه؟ لا اسمح لي لازم أن ننظف البلد من الثنين اللي هم اللي أعطاه هذا لازم يحاسب وين ما حدنا هذا الطالب فيه محمد نخال اسمح لي هذا اللي تطالبون فيه بس صوتكم على لأنه حرام صوتكم اتجاه اللي أعطى خافت أو يكاد يكون بنعدم لكن صوتكم جهوري وعالي جدا ضد من أخذ وسيعلوم بس ليش ليس اللي أعطى ما هو اللي تسبب خلق لك أخي أنت إذا تسألني أعطني فرصة جاوب فضلا أنا صوتي اليوم جهوري اللي أخذ ولكن صوتي رح يكون جهوري أكثر اللي أعطى أنا ما أتكلم أعطى النظام مثلا أنا أتكلم لأنه تصور يعني قبل شهر قالوا أنه فيه واحد سوري ابن صار ضابط وزحبت جنسيته من اللي وقع له من اللي أعطاه هذه مطالبتنا الأخرى لأنه لازم فيه ناس اللي عطوا اللي وقعوا اللي أخذ فلوس نحن قالوا هذا دفع بس ما قالوا لمن دفع لما يقولك الجنسية وصلت إلى 180 ألف دفعها مثل ما فيه مشتري فيه بائع فيه باحد باحد ضميره وسجل الولد باسمه طيب فهمتشون أنا هذا بالعكس من الاشترا البائع أنت سهل توصل لها أنت سهل توصل حق اللي باع في النهاية أنت فاتح لمجال فهنا ما عندي ضمير بجاريك ما عندي ضمير والجنسية الكويتية جنسية مغرية جدا ما عندي ضمير ما عندي ضمير وطني كملكمه ما عندي ضمير وطني والجنسية بغرية الكويتية جدا للجميع أنا إذا ما لقيت يسير له اللعاب يا أخي أنا إذا ما لقيت مسؤول يسهل لي الأمر ويوافق على منح الجنسية ما راح أخذ الجنسية شو ما بأخذها طيب بس من دعا يصير محاسبة ولا تسليط الضوء ولا شفنا أحد قدم للمحاكمة من اللي يعطاه الجناصة هذا الشخص اللي أخذ الجنسية أنا أعتبره مخطئ وسعبت جنسيته أنا أنت تقولي صوتكم عالي هنا وصوتكم منخفض هنا لا أخي صوتنا الأول عالي أكاد يكون غير مسموع تماما ما بدأنا فيه أصلا مو غير مسموع ما بدأنا فيه أول شيء أبدأ أول شيء في الخطأ في الأساس بعدين أروح حق النتيجة يعني أبدأ في الأساس بعدين أروح حق النتيجة الحين نحن نتكلم نقول مثل ما في شاري في بائع بائع ضميرة مو بائع ورق أنزين أنت يا حكومة يلي وقعته هذا الرجل اللي جاء وقال هذا ولدي وعطني حق الوالد الجنسية متى الكلام من ثلاثين سنة اليوم ثبت أن هذا مو ولدك عشان تشير الحكومة قاعدة تقول له إذن لما أن هذا مو ولدك إذا الجنسية تسقط وصغط الجنسية أو سحبت ترى مو بس الأربعة هلأ في آخرين هلأ في آخرين هلأ في آخرين هلأ في آخرين في آخرين في آخرين لكن قاعد نشوف الجناس يطيح Нي ونحن قاعد يتحاسب من الصوت الثالث أنا أضم صوتي لك لازم يتحاسب أن نبي صوتكم أنت واتن صوتنا لأخو أنت واتفرض عليكم بي صوتكم لا لا بو محمد أنت ورافعين بيرك على موضوع هذي اللي طاحت وستنبق أنا أشوف بعدتى هذي اللي قاعد نحن الحمد لله الله ووفقنا قدرنا نوقف قدرنا شوف قلبنا الساحة على هالجزئية أنت قاعد تنسب أبو محمد الفضل لمجموعة الثمانين أنه هي اللي أوقفت موضوع التعديل على قانون المحكمة الإدارية وأوقفت هذا اللي أنت تعتبره عبث في موضوع ملف الجناسي لكن أنا أستحضر هنا تغريدة لبكتور طارق العلوي تكلم فيها على هالجزئية وذكر بكتور طارق العلوي الأخ عادل الزواوي عودة الجناسي لا يكون إلا بماكرمان فلا تورط مجموعة الثلاثة نفر بكلام تقوله قبل لا تثم له الموضوع مو خاص فيكم الموضوع إذا ملف الجناسي راح يرجع فهو راح يرجع فيه موضوع ماكرمان أنتوا لو وقفتوا ولا عدلتوا ولا سويتوا في شيء فلا تنسبون الفضل لمجموعة الثمانين حسب كلام الدكتور طارق العلوي أولا أتحفظ على هذا الاسم أتحفظ على هذا الاسم تماما ولا أرى أنه ند أن يكلمني أكلمه نحن نروح حق ما قاله بغض النظر عن شخصه لا أعتبر ند لا هو لأفكاره أن يكون في مواجهتي أنا لا أحترامي له كشخص ولكن أتكلم لي أفكاره ما بي أتكلم أكثر دعنا نقول لا أحترامي له لما من يغلط ويقول مجموعة ثلاثة نفر ثانية أول أمس عند ديوان صاح الفضالة وشاف الآلاف الموجودة وشاف طابور الناس الليون ما كانوا يأيين حق عادل الزواوي كانوا يأيين لمجموعة الثمانين ثلاثة الثمانين ما هو إلا مسمى من المجموعة الثلاثة عشرين مجموعة الثلاثة عشرين مجموعة الثلاثة عشرين من زين تعال شوف تعال عيش معنا وشوف منو أحنا أحنا أهل الكويت لا تقول مجموعة الثلاثة نفر يعيب عليك يا طارق يا علوي لا تقول مجموعة الثلاثة نفر أحنا مجموعة الثلاثة الثمانين أحنا مجموعة الثمانين أحنا مجموعة أهل الكويت أهل الكويت اسمح لي في كل مشاربه اسمح لي أتكلم أكثر أهل الكويت اللي هي كل من يعاش بظل القانون جنسية قانونية على هذه الأرض سواء نتكلم أكثر أحضري أو غير أحضري موقف أكثر على مجموعة الثمانين والعدد أنا بس رافض كلمة ثلاثة نفر طيب أنا اختبت الكلام مثل ما هو ذكر لأنه ذكر اسمك نعم لأنه ذكر اسمك فأنا يعني لا 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 أنازحمك الذكر تجمع اليوم يقف الجميع أو يشير الجميع إليه بالبنان نحن الجميع هذه نقدر راح نوقف عندها يشير إليه بالبنان لأن ينضم إليه حتى يشير إليه بالبنان الآخرين قد يختلفون معكم راح نوقف عندها يفتشير بالبنان لأ حتى هو كان خطئ لا لا إحنا راح نوقف عنده الجزية لكن أنت قبل شيء قاعد تقول لي أن مجموعتكم لها الفخر حسب كلامك إن هي اللي أسقطت موضوع قانون المحكمة الإدارية وأفشلتها في مجلس الأمة لكن النائب السابق فيصل لدويسان ذكر في تغريدة له إن مجموعة الثمانين تم الإعاز لها بالتحرك وبعد أداء دورها بين قوسين حطها إفشار القانون انتهت مجموعتكم تم الإعاز لها طيحوا هالقانون وأنتوا انتهدوكم أنا خوش شيء أطلع من هالكلام اللي يعني قاله أو استفرغه الأخ فيصل لدويسان أطلع إن كلمة وقف القانون أو إنجحوا في إيقاف القانون إذن نجحنا في إيقاف القانون أنا هذا لازم توقف عنده ولازم تحطها السبعين خط كلام الأخ فيصل لدويسان ولو إن فيه كثير من الخطأ وكثير من التجني وأقدر حتى أقاضي ولكن لن ألجأ لأحد ولا أشتك على أحد لما يقول إعاز له من يعزني من لي إعاز له منه من يجرأ في الكويت كلها من أقصاه لدناه يعزلي أنا الحمد لله لن موظف ولا عمري صد موظف في الدولة ولا أبي أصير موظف في الدولة ولا أبي منصب يقول لي يعز له من يعزلي إذا أنت عندك من يعزلك فلن تجد من يعزلي إلا واحد أهل الكويت يوعزولي ويامروني ولا تحت أمرهم ولا أبي لاني مرشع نفسي لا أنا فيه سن ولا أنا فيه صحة عشان أرشع نفسي خلنا حين نفتح ملف موقع متوعة ثمانين لماذا نخليها يا أخي لما يقول اللي يعزله ذاك اليوم واحد بالنواب يقول معزبة عني أنا يقصد يقول المعزب أمر أنه يتكلم أنت تبي أقول من معزبك تبي أبي يقول أقول من اللي خلاك تستجوب تبي أقول موقفك أنت يلي تقول معزبك في استجواب سليمان الحمود شون كان ومتى إسمح لي أنت ما أنا إذا صارتها عندك أنا أنا ما يتاوش أنا أقول جات نظري ولكن أنت لأن عندكم من يطرشكم يعني يستجوب اسمح لي الشيخ أحمد العبدالله مرة قال من زمان الاستجواب له سعر والسؤال له سعر وربعة الأصبع له سعر وأنا أكرر أقول نعم أحمد عبدالله إذا ما فطلع منه شيء ولا إنجاز في حياته لا هذا الكلام لن ننتقل معي الخلال نتوقف عم المجموعة الثمانين مجموعة الثمانين لا أريد تكلم عن النواب و قنات عمل أخطاهم أنت تريد arbitrag على المجموعة الثمانين هل ابتكلم عن المجموعة الثمانين أو إنه عزول هم? لا انا expliqué كنت CG على ستشهاد على مجموعةكم من قبل واحد واحد من النواب السابقين قبل أعتكلم عن نفس المحور ما blev من مرة اخرى أين اليوم؟ أين اليوم؟ تصل دويسان؟ أين اليوم؟ أين اليوم؟ نائب سابق ما المشكلة ؟ لا 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 بالعقد ما فيها شيء أنا دخلت الدخابات معيب أنك دخلت الدخابات مفهولة بس أقول كوينا اليوم ما لدور في الساعة السياسية ما له بس هذا الكلام اللي تقوله لما نقول لا تخليني اقول كلام إنت المدهوب أسما تضطرني أرد عليهم بالاسم أنا ما بي أرد عليهم بالاسم أنا أترفع عن إني أخطأ واحد ولي أقول لي أخطأ طيب أنت قلت على موضوع لجموعة الثمانين لا يمكن أن يكون بتفهم انت ذكرت على موضوع مجموعة الثمانين لا يمكن يكون قويتي ابن كويتي ابن كويتي حصل على الجنسية بالطريقة القانونية ضد مجموعة الثمانين ليش قاعد تعطي هذه الهالة الكبيرة على مجموعة الثمانين ان اي واحد ضد مجموعة الثمانين فهو مو كويتي أو كويتي بس مو ابن كويتي أو ابن كويتي بس مو ابن ابن كويتي ليش هذا التشكيل أنا ما قلت ولا أشكك في أحد ولن أشكك في أحد أنت حطيت قاعدة عامة اسمحني أنت ترى على فكرة في ناس طلاوا على النشاعة أننا ضد المجنسين وهذا كلام خطأ المجنس ما هو إلا كويتي بحكم القانون هو كويتي حت له كتسب الجنسية أمس هو كويتي غصبا عليه وعليك اسمحني هو كويتي تقبلها؟ شو ما قبلها؟ كويتي احترف فينا كويتي؟ طبعا بالقانون كويتي بس ولا بس أنا أتكلم عن المزور والمدلس أتكلم عن الي آخر معاشيني ومعاشيناك بس أنت حتى على موضوع المجنسين مع أنت فتحت لهذا موضوع ثاني حتى على موضوع المجنسين أنت في اللقاء التلفزيوني صادق محمد تكرت أن تشوفوا بعض المتجنسين لم يمسكون بعض الإدارات في إداراتهم تشوف أن الإدارة إذا كان فلسطيني وإذا كان أردني أو إذا كان سوري مع كامل احترام والتقدير حق هذه الجنسيات وأصحابها بتلقى الإدارة كلها من نفس نعم نعم وما زلت أقول لا هناك تشكيك هذا اسمح لي هو صار كويتي اسمح لي هو صار كويتي بس للأسف صار كويتي بالقانون عقلة داخل بعده للأسف لا تخليني أسمي سك الكاميرا وأقولك بالأسماء كيف؟ تروح للإدارات ما يؤمن بالقدرة الكويتية أهم مشكلة إحنا واللي نطالب فيه أؤمنوا يا ناس بالقدرة الكويتية حقوا أولادكم حقوا الشباب الكويت استعوينوا في شباب الكويت بعض المجنسي اسمح لي بعض الأخوان ما تنظر أنه هو كويتي لا لا أخوي لا كويتي هو بالقانون الكويتي أصبن عليه وعليك اسمح لي بالكلمة لا بس أنت مقابل هذا الواقع أنت قاعد تتعاطى معه لأنه هو أمر واقع لا وهو مقابل هذا الواقع ودليق على ذلك أنه قاعد في إداراته وفي الأماكن يشتغل فيها قاعد يبنى صغير كويتيين يشقلهم معاه من نفس ملتة الأصلية وهذا خطأ لازم يعرف أنه صار كويتي ولازم يبقى كويتي ابن كويتي ابن كويتي خلنا نرجع لموضوع مجبوعة الثيمانية أنت قاعد تقول لي كلمة كويتي ابن كويتي ابن كويتي ما هي إلا تأصيل لأنها صارت طلعت عندنا تاجر ابن تاجر ابن تاجر وزير ابن وزير وزير هذه أنا طلعت على خالد الرضان لأنه وزير ابن وزير ابن وزير فعلا والأخ مرزوق الغانم معالي الرئيس مرزوق الغانم أكيد فيها ناس من يقالوا أنت محسوب على مرزوق الغانم أنا الحمد لله لا أنا محسوب لا أنا محسوب إلا على أهل الكويت طيب نرجع مرطانا على مجموعة الثمانين نقعد تقول أنه ماكو أحد في زياد الكلام قوله شوي قلت ماكو أحد ضد مجموعة الثمانين أو لا يشير لهب البنان لا فيه أو لا يشير لهب البنان شو ما فيه نحن قطيع حل طيب جيد خلانا أنا أنا حاطلك مجموعة استشهاد ودنيك على ذلك واحد طلع كلمة تغريدة وهذا الوحيد في حياتي اللي روحت عليه دعوة لأن لأن أساء لمجموعة الثمانين وترى لو يعيد ويكرر الأخ فيصل دويسان الكلام اللي قاله رح أرفع عليه دعوة وأنا ما أحب أرفع دعوة على أحد أنت قاعد تقول إحنا أهل الكويت أهل الكويت هدل أنت قاعد تقول إحنا أهل الكويت تصور أغيبهم أمس 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 واحد كاتب بتويتر يقول والله الحمد لله على سلامتك والله يعطيك الصحة والعافية وزين أنك رجعت بس إليتك تقول ما تقول أهل الكويت ليش تقول أهل الكويت عشان نحسن نظن فيك ها تعشان نظن فيني أنا أقول أهل الكويت أهل الكويت قصبن عليك وقصبن عليهم أهل الكويت إحنا ذكرنا قبل شوية اسم نائب الفاضل سيد عبداللهاب البابطين استحضر تصريح لهني ذكر هناك من يتحدث وعبالة بأن هذه الفئة هم أهل الكويت بروحهم أقول لهم لا أنتم غلطانين مو أنتم أهل الكويت أترفع أنا الإجابة على عبداللهاب البابطين ما احترامي الشخص لها لكن أترفع لأنه لو جاوبت رح أعوره وما بيععوره لأنه ابن الناس كرام وعائلة البابطين عائلة من عوائل الكويت اللي يعني شا أقول لك نحترمها ونجلها وكل تغتيل لكن عبداللهاب نفسه عبداللهاب نفسه الفكرة ما تقول لا تختزلون لا تختزلون موضوع الوطني في مجموعتكم ما قلنا من قل الاخرين كلهم أهل الكويت طبعا أهل الكويت الكل دام عندنا جنسية فهما من أهل الكويت طبعا ها عيد نعم التفقين نحن على الأهل قاعد يقول أنا لما قالوا لي أنتم عيال بطنها قلت نعم نحن عيال بطنها وعفي عليه بطن اللي أنجب مليون ومئتين ألف شخص أحميد الاسبيعي اللي النائب الفاضل ذكر مجموعة الثمانين اكفرت على ستين مركز شباب الصباحية أكثر منهم نعم الأسماء الموقعين أكثرهم قيادات حكومية سابقة المسألة أكبر من الجنسية هو تمرد من قيادات حكومية حالية وسابقة ضد الحكومة الصراع هو أسقاط حكومة المبارك تحرككم الهدف منه أسقاط حكومة شيخ جابر المبارك وشباب الصباحية أكثر مجموعتكم قال الهدف هو إسقاط حكومة جابر المبارك ما أدري من هو اللي قاعد يحاول يسقط جابر المبارك اليوم مو مجموعة الثمانين بعض أعظام مثل الأمة ومنهم نحميد الاسبيعي نحميد الاسبيعي يبي يطيح سمو الشيخ جابر المبارك والله يا أخي قاعدين نشوف نحن الوقاع والأفعال واللي يوقع على طرح كان يحاول يوقع أي يوم كان يستجواب الإطاف يوم السواب الأخير كان فيه احتمال أنه يطلع ولكن للأسف لأنه كان استجواب هزيل وصار سري ما كان فيه استعراض بطلات ولا كان فيه عضلات كلامية فالمهم النائب فامر سويت اسمحلي نتكلم نرجع على الموضوع حمايدي سبيعي طيب احنا لن نسغط حكومة جابر المبارك ولا هذا هدفنا هدف بعض أعضاء مجلس الأمة اسغط حكومة جابر المبارك وكثر الزن هذه الأيام هذا اتهام منكم واتهام منهم لا واقع يا أخي اتهام منهم انت قاعدت اتهموا منهم يطيحون جابر المبارك عطي قلينا عطي بينا مجموعة من القيادات والوزراء السابقين منهم عندما يقول وزراء سابقين أعضاء منهم ما عندنا وزن سابقا لأحمد الكليب عصر الله يعطي الصحة والعافية أحمد الكليب اللي انت شرف وهو يتشرف بدنا يشتغل معا أما يقول موقعين موقعين على شنهم ايش قال باللقاء اللي طلع فيه قالوا موقع على وثيقتهم ما شفت وأتحداك يا حميدي سبيعي انت محامي وأنا مواطن بسيط من هو وقع واش عليه وقع ومنهم الوزراء السابقين ليش طيب ليش أخيتي بتخفي الكلام لا لا انت قلت كلامي محمد انت قلت كلامي انا اشكرك لانك انت تسحة تحت المجال اني اطلع وتكلم على عميدي سبيعي طيب اسمح لي لا تقولي طيب لا تقاطع لي يا أخوي تسأل سؤال اسمع كلامي مو نحن نقول لا الكلام محمد ارجوك ما راح نرجع ما راح نقطع شيء في هذا المنحن لما يقول هو جايين يسخدون الحكم الجامل المبارك أو وهم أقل من جمعية شنو جمعية شباب الصباحية يعني شباب الصباحية ما بيارض عليك في الكلام هذا ولكن كان جيت يوم الاثنين لطاف يوم الاربع لطاف وشفت الشباب وشفت مجموعة ثماني شني اليوم اقول لك ما في طيب احنا قلنا الكلام محمد لما قلنا ما في تيار سياسي في الكويت يقدر يجمع هذا الحجد الموجود طيب النائب ثامر صويت الله يشافي الله يشافي شاهد اننا قاعد نستحضر مجموعة من النواب وليلا يختلف عليهم البعض كويتي ابن كويتي ابن كويتي على نفس قاعدة اللي انتم حطيتوها قاعدين نستشد فيهم منهم؟ حين انا قلت اثنين هذا الثالث ثامر صويت ظهور مجموعات كالمجموعة التي اسمت نفسها مجموعة الثمانين قد نشهد غدا نخروج مجموعة الستين وبعدها مجموعة بطيخ هذا الكلام نشر في الراي في مارس 2017 لتهدد النواب حول اقتراحات الجنسية النواب هم من يمثلون الامة احنا فقط لنمثل الامة انتوا يعني هو تكلمنا بكم بشكل ربير يوم اطلاق مجموعة الثمانين رحنا الى البررمان ورحنا الى مجسل الامة انا والاخصار الفضالة والاخ احمد ليب المجموع اللي رحنا كنا في ثمانة اشخاص لما قابلنا صاحب السمو قابلنا سمولي الاهزة قابلنا سمو رئيس مجلس بزراء وبعدها رحنا قابلنا معالي رئيس مجلس الامة وبعدها نزلنا على البوديوم وقلنا نحذر النواب من العبث في قانون الجنسية نزيل واليوم اكررني من قناتك هذه او من برنامجك هذا ما زلت احذر النواب من العبث في قانون الجنسية اهل الكويت ما يقبلون العبث في قانون الجنسية ولا يقبلون اهوائهم نمسحك نفس النقطة اللي قلناها اول شيء وما في تحذير في النهاية انا اقول لك ابي امكن السلطة القضائية من حسم الموضوع فقط من اللي قلب يا اخوي اسمحني لا اخوي لا لا كان الطرح عبث ولكن لما وقفنا حولوه كان اول تعديل قانون الجنسية 59 سنة 50 تعديل قانون الجنسية لما تكلمنا قال مرزوق الغانم وايبها لك وهذا مرزوق اذا يقدر يقول لي لا قال انا كان يومها سافر راح الى المغرب قال تركت البلد صوب ورجعت لقيتها بصوب ثاني كلها ضد تعديل قانون الجنسية واصبح الكلام على تعديل قانون المحكمة الادارية نزلوا في المطالب وبعدين قانون المحكمة الادارية سقط ليش اختم في حقي في ان انا اقول شانو انجاز يسوينا موانث موانث ولا مجموعة الثمانين ترعفت بش مجموعة الثمانين كان لها الفضل في اسقاط قانون المحكمة الادارية احنا كلم لا الكلام محمد كلمة تفضل أتحفظ عليك أنا لا أكرر الكلم لكن أنا أيضاً أتكلم أكثر على المجموعة وعلى دورها وعلى رؤية شرائح أخرى في المجتمع لمجموعة الثمانين منهم النائب الفاضل سيد وليل طبطبائي ما في شيء اسم مجموعة الثمانين هذه أضحوكة أو خدعة إنسان ما احترامنا له أنا رح أنقل النص كما هو وناقل الكفر يفترض أنه ليس بكافر إنسان ما احترامنا له عنده دوانية شلت دوانية ربع دوانية خرجوا بصوت عالي بعضهم أو عددهم عشرة وليس ثمانين الثمانين حطينهم مجاملة فعلاً عددكم ثمانين لا أقل إحنا الحين تجاوزنا 1642 شخص 1642 شخص أقولها وأنا مسؤول عن كلام ما في تيار اليوم مثل تيار مجموعة الثمانين 1642 شخص إحنا أعداد المنضمين لمجموعة الثمانين ويطالبوني بتغيير الاسم وأنا مصر على استمرار الاسم لأن مجموعة الثمانين هي اللي هزت كانت في ذيك الليلة اللي هي 23.03 2017 لما انطلقنا حنا الثمانين شخص في ديواني وفي عندي في البيت وقلنا نبي نتوّن هذه المجموعة ورحنا قابلنا القيادة هزتهم وهزتك أنت يا وليد والله يرحم لأيام لما كنت تتيب لي المقالات أنشرها عندي وكنا نسهر الليل نصلحها لغوياً وحتى محتوى الله يرحم لك في الأيام 92 ترى مبعدة لما كنت تتيني تقولي انشر المقال وكنت أنشرها لك بس أقولك أقوم أنصالحها أقوم أنخلي يليق بلنا ينزل في الصحافة الحين يعيني تقولي شخص ما احترامي له أكيد احترامك له أكيد احترامك له لأستاذك يا وليد أستاذك يا وليد أرجوك ما تشيه الكلام النائب عسكر العنزي أرجوك ما تشيه الكلام ما رح أشيله أنا قلت لك ما رح أشيله عسكر العنزي النائب الفاضل عسكر العنزي أنت أيضا من النواب اللي مستقصدهم من حمل لا المشكلة مو بس مستقصد عسكر العنزي أنت تعتبر أن اللي قاعد يقوم فيه خلال الاقتراحات اللي قاعد تصير على الموضوع الجناسي قاعد يساهم في تخريب التركيبة السكانية الكويتية ليش قاعد تحمل العسكر العنزي كل هالكلام الكبير هذا قلت كلام يعني انا ما بي انقلها كلها لانه انت موجود موجود عندك في تغريدك كانت فيه ما تشتوها ما صار لعفتها يعني التغريدة اللي اكتبها اول بوست اللي احطه احط اسمي الكامل عليها وانا اصر عشان تذي اسمحلي اللي ينتقدني وحاط سهير العين ولا ابو ماذي شنهو ولا العقرع ولا هذا ما ارض عليهم لانه هذيلا اصغر مني ارض عليهم اسكر العنزي اسكر العنزي مهما كان اسمه احترمه اجاوبه اسكر العنزي نرجع لموضوع اسكر العنزي مع احترامي الاخ ابو عبدالله ابو عبدالله الاخ عزكر العنزي لشخصه وهو انسان مشتهد وعسى الله يرزيك الناس حازين حتى على الرزق اللي هو فيه بالعكس انا قل الله يرزيك لانه هذي الكويت يصل عن النبي يجيك الواحد ما عنده شيء ويصير ما شاء الله والله يرزقهم ماذاين وما بيتكلم ولي يقولون عن الملايين والمبالغ يا اخي علي بالعافية لكن انا ضد توجهاته وفعلا اسكر مزعج لنا في لما يطلب يبي كل سنة يجنس اربعه الاف شخص اذا مستحقين ليش لا لا المستحق مستحق ما فيه ما فيه رتعان لا لا المستحق يعني حين مثلا لما يقول لك في البدون فيه ناس مستحقين المستحق يا اخي لازم يعطيه حرام ما انا بيع البدون بعد شو حتى المستحق ما عطيناه نية حق البدون بعد شو خلناه في موضوع عسكر موضوع عسكر عسكر اخي لما انت تقول اربعه الاف كل سنة انا اقول لك لن يجنس اربعه الاف شخص حتى لوه سويته قانون لانه هو ما لا يزيد عن اربعه الاف طيب يعني لو جنسوا اثنينه خلاص اوهما ضمن القانون مالك لكن اربعه الاف كل واحد فيهم يبي باتر خمسة اولاد مع زوجه مع ابو مع ام هالمشكلة اذا مستحق الاربعه الاف اسمح لي انت اسمح لي انت كلمه مستحق ترى هذا قطاع المستحق يا اخي المستحق مستحق خلاص مثل ما قلت لك مساعدة المجنس المجنس او المستحق هذا انا ما اتكلم فيه انا اتكلم عنه للأسف لان الحكومه قاعد تشتري شوار ببعض النواب وانا قلت لك مساعدة التحصين حكومه ما تشتري شوار بالنواب تشتري طيب فالبلا منا وفينا يا ابو محمد طبعا انت ذا قاعد تقول الحكومه اهم اسباب مشاكلنا هي الحكومه وقرارتها المرتجفه المرتعشه الخائفه المتهاونه حكومتنا للأسف حكومه ضعيفه انا ما تكلم عن شخص جابر المبارك لا تلوم النواب ولا تلوم الناس ولا تلوم الحراك ولا تلوم الحكومه فقط لا لا سكر عدل الحكومه سكرها عدل سكر الثغرات اللي موجوده بعدين تواجه حق الاخر تلوم الحكومه الضعيفه المرتجفه المرتعشه والألوم النواب المستغلين المستغلين لهذا الضعف بدلا ما يصلحون البلج وحاولون يصلحون الحكومه قاعد يزيدونها ضعف حكومه ترتجف عند اول كلمه لو اصغر واحد نائب توه توه بادي الف باء السياسه يقول بس تجوب ارتعشت الحكومه من رئيسه لا اصغر فراش فيها ترتعش الحكومه اللي عم нажب بالوحيد في العالم اللي الطالب الحكومه ان تكون قوية الشعوب العالم كلها تشتكي من حكوماتها ومنبطس حكوماتها إلا إحنا هنا في الكويت نطالب الحكومه ان يتكون قوية no可以 تكون قوية ح existence شاب sı نبطس اصل بعودك يا جابرين مبارك اصل بعودش يا حكومه خلهم نفتخر ذلك نجد عن قررات لا تتراجع عن قرراتكم قررات تتطع اليوم وتروح باتر قررت اليوم بيعتم ضدها باتر انا انا يا اخي ما انا مستاء اهل الكويت بلغوني انا شون اهل الكويت انا ما سويت لي برامان وصوبت احنا مع كامل احترام الترديل المرة ثاني حقنا بالفاضل عسكر العنزي وانت قاعد تعتبر اللي قاعد يسوي انتم مراضين عليه لانه يخل بالتركيبة السكانية لكن دام تكلمنا على الموضوع عفوا لا يخل بالتركيبة السكانية ما يدعو له الاخ عسكر العنزي هو تخريب للتركيبة انت تعتبرها تخريبة ويعتبرها حق مشروع لناس يستحقون الجنسية لنعطيهم الجنسية وهنا دام تكلمنا عن هذا الموضوع خلن نفتح موضوع البدون موضوع البدون من ايضا من المواضيع اللي مجموعة الثمانين رافعة فيها بيرك واكو حملة كبيرة من البدون ضدكم ويعتبرونكم انت واليوم احد اهدافكم التضييق اكثر على البدون ليش كن هذا الموقف المتشدد من مجموعة الثمانين ومن عادل الزواوي ضد البدون مشكور على السؤال لحظ مساء استجهت انت في بعض تغريداتي يا ليت تعطيني تغريدة واحدة ضد البدون انا ترى من بجيت اكتب في السوشال ميديا انا وقفت عن كتابة في الصحافة لاني قاعد اشوف الصحافة المقروعة الورقية غير مقروعة اليوم السوشال ميديا مقروعة اكثر لم يصدر مني كلمة واحدة ضد البدون لاني انا ماني ضد البدون نفسهم ماني ضد اي واحد من البدون هذا الناس وبشر عايشين معانا وبيننا شون نظلمهم انا ضد من يظلم الكويت ويدعي باننا مظلوم في الكويت ما عندنا مظلومين في الكويت اسمحني انت من يدعي اننا مظلوم وهما هو كويتي انا بكل اللي قاعد يقول لا 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 اسم下 في السؤال نحن عندنا مظلومين في الكويت ولا نينى كوتيين مظلومين هذا مقرب اولا عندنا مظلومين في الكويت الا ما عندنا containers اللح في كل مكان البدون نفسه الله سبحانه وتعالي اضعوا جنة ونار فالبدون Uns certificate من نفسotros نابن مظلومين في الكويت البدون يعتبرون نفسهم مظلومين يسخ defe هل يخلف كل واحد انا يا اتي مظلوم لمن الشيخ مالك الصباح رفع لأي دعوة انا مظلوم لا واخد حقي بالقانون طلعت برائه هم مقادرين ياخذون حاكم بولا شو مقادرين ياخذون حاكم انا احنا اقول لك شوان واحنا نتكلم احنا اقول لك شوان اسمح لي عين اصطفا انا انا ما انا ضد البلول بدون ما كانت ابدا هي قضية الثمانين احنا كل قضيتنا البداية هي الجنسية والتجنيس والعبث بالجنسية والبساد فجأة صارت لا بدو وحضر قبائل وحضر يا جماعة من جهب طريق قبائل بالعكس في كل لقاء لي من بديت 2016 2015 لي وما اطلع في اللقاءات هذه وانا اصر على ان اهل القبائل هم اهلنا واحنا قبائل انا يا اخي في المستشفى بلندن دشت علي وحده ما بي اذكر اسمها لانا مسكينة تعرضت لي ما تعرضت له بنت مريضه معي في الجناح في المستشفى بشت علي شان تقول لي عمي ممكن ادخل تتفضل يا بنتي شان تقول انا سمعتك اني شون تساعد المرضى هنا وترجم لهم فانت انسان قلت لها مشكورة قلت بس انا كنت اكرهك قبل والله شوفك تكرهيني قلت ايه واي اعتذر لك اليوم ترى حطيته بوست موجود وحطيت صورته على البنت قلت ايه اعتذر لك اليوم وما عندي شيء اهديك اياه الا علم الكويت قلت شون ما عندي شيء هذا اعلى شيء واغلى شيء تهدينا علم الكويت اعطيني مشكورة ابنتي قلت والله يعتذر لك اليوم اعتذر لك اليوم اتك رايه شون تقول ماتي عندنا يقولونك انت ضد البدو انت انا انت مطيرية اخوي ما اخذ حفيدة الهلال مطيري فجحان الهلال والد عمي متزوج بنت فجحان الهلال اخوي يعني ما بي اقول اكثر نسيبي خلنا فيه جزئة البدو ايه اسمح لي فقاموا بعض الناس بعض الادعياء علشان يثير قام قال لك هذه المجموعة هي ضد القبائل ضد البدون لا والله ماني ضد القبائل هذا موقف واضح لا لازم يكون واضح واضح اكدت ال بدون انا قضيتي حين ال بدون نرجع ال بدون ما كانت قضية ال بدون قضيتنا بس صارت على رأس اولويات قضاياك ولن تصير عطلي اثباتات ما اثبتني مساعدة انت لمن تتكلم على موضوع الجناسي ايه اني هذا اوتوماتيكيا نفتح باب ال بدون انا اتحدث عن الخطأ الذي حصل في القويت في الجناسي خطأ الحكومة في اعطاء الجناسي لم يستحب لا الهانه تحدث عن الوضع ال بدون انت اليوم كيف ترد وضع في القويت ان شاء بك عندهم زين ال... إجنس بضــوم و مrament بالكويت لا لدينا بالكويت امركوwa... لديك و مسم más ما علمه الآن y axim Kbud تربى 4 اجيال 3 اربع nogle multipunes موجود في هذا البلد و لم يجب أن يسرagh zg هذا هو الأنلاك ju prohibit آه و بناء بعد النبية بفهم من الاستشهد؟ طيب هذا شنو مو كويتي؟ هل استشهد؟ مو أعطى دمه؟ هذا من المستعقل ما عطيته؟ مو أنا اللي أعطيه مو أنتوا مو قاعد دافعون عن هذيل أنا قاعد أدافع عن الهوية الكويتية أنا قاعد أدافع عن أهل حقوق أهل الكويت تدعي وين المشكلة أبو محمد؟ المشكلة أنه أنت يعني لا راضي تعطينا حتى أن تتذكر أنصح تعبير أعطيكم منه منه خلقوا لك بس خلقوا لك سؤال أنت أكو ثغرة كبيرة اسمها ملف الجناسي وموضوع البدون وهناك من هو مستحق وهناك غير مستحق خلينا من الغير مستحق مو موضوع البدون أكو اسمع لي أكو جهاز رسمي بيبع الجهاز بيبع الجهاز بيبع الجهاز بس خلقوا لسؤالي أكو مجموعة أنت تعترف تقول أن هذي يستحقون الجنسية لأنه قدموا دمهم قدموا أرواحهم في الحروب اللي صارت في الكويت طيب أنت هذي لم أعطيتهم الجنسية لماذا لا تعطيهم هذه الجنسية وتسكر الباب هذا وتعال جاب الموضوع البدون في مسألة الحقوق الإنسانية وعالجه بس أنت لا سويت هذا بالشكل المرضي وراح أقول لك شون هو مرضي أو غير مرضي ولا أعطيتهم الجناسي فأنت خليت الباب مفتوح على مصراعي أخوي لا أنا ولا مجموعة الثمانين ولا الجهاز المركزي لدراسة أوضاع المقيمة بصورة غير قانونية يملك إعطاء الجنسية أو يحرم أحد من الجنسية ما يملك ولكن هو يدس الحالة ويرفع الملف إلى من بيده الأمر إلى الحكومة كان العدد 100 ألف نزل الحين إلى 35 65 أو 67 هذا كلهم طلع ناس أدعياء غير كويتين هذين الخمسة هذين ترى هم مستحقين في غلط قاعد يصير في الساحة 35 أو 3 ألف من البدون هم مستحقين جزية هم مستحقين ها شون أعين هذين لم يوجد لهم أي إثبات غير كويتي هذا بروح جواب على أنهم أم يشترقون أنوا موجودين لا 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 أخوي لا انا من اكسبت اسمح لي اقول انا هالجزئيه هي انت ادهول اكو 35000 ليش ما نعطيه من هالجي مو بلورقة بشنو عايقه بالقلب والانتماء الى داخل ما راح اشك قلبه انا يا ابو محمد وعرفه هو انتماء وقلبه شنو بقول لك شغلا ؟ في النهاية اهو موجود صار له فترة ما عنده انتماء اخر ما عنده اي وثيقة ثانية عطل جنسي انا ما انا الا انسان من 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 ردة فعل الشخص انا اقيسك عندي عندي انزيم لما اصبته الجلطة اطلعت مريض في المستشفى فعلمت شلون عساك الموت يا عادل الزهاوي تصور اسمح لي هذا واحد خلصنا مننا والباقي صاح الفضالة ليش هالاخلاق اسمح لي هذا مردود على الكلام لا لا اسمح لي اسمح لي اذا اكو واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة ستة عناصر اسلوبها شادة اي ان كان ما اكو كويتيين نفس الكلام انسان هم بذير قبل شوية انت تقول هجوم في السوشيال ميديا او في تويتر من البدون عليكم وعليك انت عادل على المجموعة الثمانية انتو متصدين لهم باب عمد ما متصدنا لهم وين انتو حتى الخمس وثلاثين ونظرين تعطونا امان احنا يا اخي والله مو احنا انتو مقعد تقررون بحقهم في مسئلة الجناسي بدأت المسئلة خلا اقول لك انا متى بدل البدون يقولون هذا الى اعداءنا متى؟ لما صار فيه كلام على وضع الجهاز المركزي وعلى وضع فيه احتمال تغيير الاخ صالح احتمال رحنا كمجموعة الثمانين انزرنا الاخ صالح وزرناه في دوانيته احد اسباب استمرار ازمة البدون حسب ما يرى البعض هو الجهاز المركزي للبدون انا انا كشخص شهادتك رح تكون مجروحة في صالح الفضالة كمواطن لا 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 اترك صالح الفضالة صالح الفضالة شهادتي فيه مجروحة امانة لانه مو صديق عادي صديق العمر هذا قبل لا يكون فيه شيء اسمه البدون عندنا في كويت ممزين من يوم احنا صغار طرح ارابع ممزين وشهادتي مجروحة في صالح الفضالة وصالح الفضالة ما ينطرني انا اندحه ممزين انت تقول الجهاز المركزي البدون اش قلت انت تتبوك هو احد اسباب المشكلة صح حسب ما يرى البعض هذا كلام النائب عبدالله فهاد الجهاز المركزي وصل في الوضاعة ان يستعين بفنانين وفنانات ليزوروا الحقائق النائب ناصر الدوسري لا جدوى من وجود الجهاز في ضل عدم قدرته على حل القضية بل يعد سببا اساسيا في عدم حلها سبب اساسي النائب ناصر الدوسري يقول في عدم حل قضية البدون هذا الجهاز انا ارى بان جهاز المركزي للمعادة اوضاع البدون او او اوضاع المقيم بسرعة غير قانونية هو الحل الامثل لانهاء هذه المشكلة وين الحل؟ الحل في انه خلص لي يا اخي من مئة الف شوف قبل الغزو كانوا مئتين وعشرين الف صار الغزو راح نصهم انضم لي مع الجهاز الشعبي طلع بقينا على امية الف امية وعشرة الالاف امية وعشرة الالاف الجهاز المركزي قدر يخلص الكويت من الادعاء الظالم هذا 1992 ليه 2016 و2017 جهاز المركزي صلى سبع سنين بس القضية ابو محمد احنا عارفينها انها صار لها سنوات سبع سنين تستحق القضية ان كل هذا الوقت؟ لا وراح تستغرر اكثر ما انت تقول لي اكو خمس وثلاثين قضية كبيرة امية الف عندك حيث صار خمس وثلاثين حيث تقبل شوية قاعد تقول اكو ستين مايش كذا راحوا راحوا اكتشفت انهم غير كويتين انهم غير كويتين 35 الف بس تقول حتى ان هذلي مون كويتين اسمح لي ما قلت مون كويتين لم يستدل على اي اثباتات غير كويتية لهم فبالتالي اكويتي صار خلاص ما صار الى ان يستدل لم تنقى حد انطل الى ان يستدل على السؤال احنا 2018 الجهاز المركزي حيث ما اعرف ترى انا ما ادري انا ما اني موظف جهاز المركزي انا ما اني موظف انت كمواطن ومراقب ومتابع مواطن ومجموعة الثمانين نقول لكم دور احنا 2018 2018 احنا الحين وعندنا الجهاز قاعد يقول اكو 35 ألف فذلي اللي لم يستدل على جناسيهم مو مستحقين فالممول المفروض انه خلاص يعني انتهي على اقل من 35 ياليت فليش مع بنتي انا اتمنى ان يكون يطلعون هال 35 ألف اسمح لي يطلعون هال 35 ألف انهم فعلا انهم فعلا اطلعون وماذا طلعوا بس شو ذي محمد ابيدي انا اخير انت كلمي انت اني انا مسؤول انا قاعد اقول لك انها ينتبع تتحرقون في نفس المجموعة لا 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 اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي افصل الجهاز المركزي عن مجموعة الثمانين انتوا دعم قوي ورئيسي وغل تكونوا انتوا الابرز على الساحة اليوم لا لا انهمimeter تدعم الجهاز المركزي مجموعة الثلاثانية ما يكون مجموعة ثانية تشفى الراس وتقول احنا نعتبر خط الدفاع الاول للجهاز المركزي ما حد عدل في من هو لا 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 احنا ما هو الجهاز الاول خط الدفاع عن الجهاز بدون الجهاز المركزي لقراسة اوضاع المقيمة بصورة غيرقانونية هو بنفسه كفير بنفسه احنا دعمين لتوجهات داعمين للتوجهات مداعمين للجهاز نفسه في قيادة سياسية وثقت بصالح فضالة وثقت بهذا الجهاز وخليته وقت لحل الموضوع اسمع لي كان ما صار تجديد له ليش صار فيه تجديد هذا الرجل ما تفت وزير اليوم روح حل القضية والقيادة تثق وأحنا نثق كون فيه متضرر لا يثق طبعا ما يثق وضع البدون اليوم الإنساني بالكويت أنت ترى جيد طبيعي راضي عنه ولا ترى سيء ومأساوي أنت كعادة للزواوي كمواطن كويتي أبي رأيك أنا أرى أن الدعاء الظلم بالكويت هو السيء وهو المشين لسمعة الكويت الكويت ما ظلمت أحد ولن تظلم أحد أنا ما أنا شخص مسؤول في الدولة أنا كمواطن كويتي الكويت ما تظلم بالعكس الكويت وفرت العيش الآمن والسليم لهذا الأشخاص قاعدين يسترزقون الله روح كل الأسواق تلاقي أنه أخوان من بدون والله يرزقهم والله يكثر خيرهم بس ما هو كويتي إلى أن يثبت العكس إذا ثبت أنه كويتي لا دعنا تقتحح في الجانب الإنساني أشبعنا generously النائب الفاضل للدكتور جمعان الحربش ذكر أن البدون يعيشون في خرابات منهم؟ يا أفل منه ما لا جش بتrieben من قد mensen النائب الفاضل الدكتور جمعان الحربش وهن مرأي أقلي نعم 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 البدون يعيشون في خرابات وأوضاع منازلهم لاتليق بكرامة الإنسان والإنسانية نعم خرابات واضح من غير انسان حيث الكلام جمعان يحرر وانت تقول لي ان ما اكو ظلم انا اقول لك ما اكو ظلم و الاشخاص هذين انا ما اخذ في كلامهم على فكرة انا ما اخذ في كلامهم لا اخذ في كلامهم ما عايش معاهم بو محمد شون ما عايش هناك مقعد تروح مناطقهم انت رحت سلايبية لا والله ما رحك رح تيمة والله انا مره انا مره انا عزمت في عرس سلايبية انا في تيمة على قطر وهي منطقة كويتية والله اهي وصلت عقب العرس انا ما دليت ما تروح بيك فهمت شون ما تشوف الوعي الحقيقي اطريت اروح المغفر اقول له لا لا اسمح لي لا محمد انت مو قاعد البعض يلونكم ان انتوا قاعد تقولون قاعدين في بيوتكم قاعدين في مكاتبكم وتقولون البدون 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 طيب رحوا تشوفوا مناطقهم رحوا تشوفوا اوبواعهم لا احنا قاعد تكررها الوقع الانسان مو الجناسي مو الجناسي اكررها جدامك قام كاميرتك احنا محنا ضد البدون احنا ضد هذه القضية كقضية مو ضد الاشخاص احنا قاعد نتكلم الزاوية ثاني قاعد نتكلم على الجزئية الوقع الانساني لهم الشخص اللي الجتمني اللي اولمس يقول عساك العداد لا مش هادة اراويك العداد بس ام لا يتكلم انا الشخص هذا انا اقول له باخلاقي الكويتية اقول الله يسامحك اشحك الكر مرة ثاني نرجع على الوقع من الانساني اسمح لي يا ابو عبدالعزيز اسمح لي ثقافة الكر راح تمزق البلد ثقافة الحقد راح تمزقنا احنا محتادين للتآلف حتى مع اخواننا بدون واطالب الاخ صالح فضالة ان الملف اللي وداحق الحكومة وقال له في عندي خمسة وستين الف او سوعة ستين الف هذا الوينهم طلعوا ما طلعوا موجودين عايشين في الكويت ليش تبطلع ما طلع يعني مو انت طلعت وطلعته طلعت هويته وطلعته موجود في البلد يا حكومة شويته انت يا حكومة سياسة المجاملات ايه سبب دمار هذا بلد وراح تكون ايه سبب الدمار في البلد المجاملات الى متن جامل جاملنا في اشياء كثيرة خلاطك واحمد خبت المال اللي عام سكتنا مثال على بعض اخطاء الحكومة في موضوع البدون على بعض اخطاء الحكومة يا اتحتي لي خطائنا اعطيك اربعة الدكتور غانا من نجار باش見ك يتفق معه ولا ما تتفق معه الدكتور غانا من نجار ذكر في اطار هذه الدراما العبثية انتكلم عن موضوع البدون ظهرت لنا فئة اخرى هي بدون البدون اسجل احترامي للدكتور غانا من نجار جيد هذا اسم الحين احنا بنتفقين اثنين نوية بعض عليك بدون البدون غانا من نجار يقول حصلوا على جوازات مدورة حتى هذا لك لذكرتهم انت اسجل الاحترام بلوم انا ضد توجهاتهم طيب نرجع مرثاني نقول كلام دكتور غانم النجار في اطار هذا الدراما العبثية ظاهرت لنا فئة اخرى هي بدون البدون الذين حصلوا على جوازات مزورة او شب مزورة بعلم وطلب من الحكومة وبثواطئها وضعت لهم اقامة صالحة لعدة سنوات وبعد انتهاء صلاحية تلك الجوازات ورفض الدول المعنية تجديدها صار ذلك البدون المسكين الذي صدق الحكومة وتعاون معها يقضي ايامه بين حجز وحبز وكأنه اولئك البدون محطات تجارب وليسوا بشر وليست لهم كرامات وليسوا ابناء الكويت تتفق بعض هذا الكلام؟ انا اتفق ان هناك اكو اخطاء حكومة اخطاء هذه شوية خفيفة احمد ليش خفيفة الا اسبه انا ما بي اسبه انا اقول لحكومة لا اخطاء حكومية اطالب الحكومية المتتائبة المتكاسلة انتصحوا شوية وتحلنها المشكلة قبل 27 سنة اسمح لي يا عبي اسمح لي قبل 27 سنة كتبت مقال موجود وكا صورته موجودة في الانستقرام ما لي هل سنصبح يوما دولة للبدون؟ هل سيأتي يوم يطالب البدون بوزير في الحكومة؟ هل سيأتي مطالب شو قلتها انا سنة 92 قبل كم سنة 27 سنة نزيل؟ انا قاعد احذر من قضية البدون من زمان مو من الاشخاص من القضية اذا لم تحل يجب الحل في النهاية مو البدون يجب الحل مو الناس اللي يجب الحل طبعا لا الحكومة يجب الحل والحكومة مو قاعد تحل الحكومة مو قاعد تحل وهذا من اعطائها طيب فلا ألوم من النواب ولا ألوم الحكومة ولا ألوم البدون ولا ألوم الحكومة مو فقط ألوم النواب المتقاعسين عن الوقف المرصد لهذه الحكومة أمانة لأن لأن نوابنا للأسف اقدروا يلبون دراع الحكومة والحكومة متفرجة آخر سؤال عندي بس ابي افكر مرة ثانية دكتور غانم النجار في مارس 2018 مؤخرا مؤخرا دكتور غانم النجار وشخصية حقوقية الكثيرين يتفقون مع وانا أعزك كثير ذكر هناك اسرار غريب وغرور أغرب أن حل مشكلة البدون موجود لدينا مع أنه ليس لدينا إلا صراب بقيعة يحسبه الضمآن ما نحن أمام مأساة إنسانية وطنية بحاجة إلى تواضع وإدراك لأبعادها الإنسانية لكي نحلها بطريقة مشرفة تخدم الكويت وتعلي من قيمتها الإنسانية وفي الوقت ذاته تحفظ كرامات الناس كما تحفظ أمن البلد إلا أن الحكومة وعنادها لا يبدو أنها مستعجلة ولا يبدو أنها تستشعر حجم الدمار الذي يحدثه التأخير على البدون وعلى البلد أتفق مع هذا الكويت نعم أنا أتفق على أن كارثة إنسانية لا ليس كارثة إنسانية أنا أتفق أو أقول أن عدم حل مشكلة البدون عدم حلها هو كارثة بحد ذاته وهو يعني أنا متنبئ من 28 سنة إذا لم يحل هذا الموضوع راح يكون خطر راح يكون قمبلة موقوتها مثل ما قال أحمد سعدون في التسعينات لا عفوا في الثمانينات قال البدون هي قمبلة موقوتها أنا أقول نعم هي قمبلة هي ألغام راح تكون في المسيرة الكويتية إذا لم تحل يجب أن تحل ولازم ويجب لا بس الحل شنو 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 بتر المخطئ أنا عشان هذا أصابعي لو أصيب أصيب أصبع واحد في الغرغرينة بتر المخطئ أبدأ شنون بتر المخطئ لا بتر المخطئ الغلطان المتجنع الكويت اللي ما عنده أثبات أما اللي عنده أثبات ويقدر يثبت لا بالعكس احنا وصلنا حق اتفاق أنا وياك الحين ناكو 35 بشهرة الجهاز المركزي أنت هذا لي ما حسنت أمرهم لا ما يقدر يحسن أمرهم هو يرفع عليه الحكومة ويقول له هذه الخمسة وثلاثين حكومة قاعد أتكلم الحكومة ما حالجك موضوع 35 بشهرة يا بو يا با عزيز أنت يا ابن تسألني وليه ابن يجاوب عني إن جهاز المركزي يقولها 367 ألف لم يستدل ولو استدل هناك في موانع لإعطائهم الجنسية مكوّن من ثمان نقاط أدرسها اتصل بات انت فاي هذا أقول شنو موانع لإعطاء الجنسية لا لا في موانع اللي اشترك في الجيش الشعبي هذا ما له على قيد أمني اللي يسوى أي عمل يضر بأمن الدولة هذا ما لا يستحق الناس هذا واحد نحن قد نفتحها إذن هناك ثمانية نقاط ثمان موانع لإعطاء الأمنية ومن يضعها وماذا يضعونها ومتى يشيلونها هذا بروح بحر كبير يمكن إذا فتحنا إذن ما ينحل في سبع سنين ما متى يح كثير لا لا هو ما ينحل في سبع سنين إذا أكو إرادة لا لا إذا أكو إرادة وأكو قرار ينحل في شهرين بمحمد أنا وما في سبع سنين من برنامجك هذا اقول الارادة القوية والصلبة هي ارادة اهل الكويت في الحفاظ على هويتهم ومواطنتهم والحفاظ على وجودهم والكويت للكويتين اقولها من برنامجك وانقطعتها راح ارفع عليك تعوى الكويت حق الكويتين هذا المجلس وهذا البرنامان اللي لو انا وقفت وقلت لكويت حق الكويتين راح يعترضون علي انا اقولها الكويت للكويتين وانا الاوان ان انا مان جامل انا الاوان ان نبتر المخطئ المخطئ ونبتر 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 حتى المساعد وقد تكون الحكومة باخطائها هي احد اسباب المشكلة الاحلامي القدير سيد عادل زناوي انا وصلت بياك في هذه الحلقة المثيرة للجدل كل شكر لك الشكر لك اولا واخيرا انا شاكر ارجوك قبل لا تظلمني او لا تظلم مجموعة الثمانين ما ظلمتك انا قاعد اتبنى وجهة نظر الاخرى الغير موجودة في الاستيديو العكس بالعكس 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 بغض النظر عن رأيي شخصي وبغض النظر عن تعليقي على بعض ما جرى انا مستانس من سئلتك مستانس من اختيارك لبعض المسميات مستانس من اختيارك لبعض الاسماء بالعكس انت اعلامي قدير اتبقى عليك ان شاء الله مستقبل ولو بدي عندي محطة انا رأحطك انت المدير نزين بس مو محامور نزين اتمنى ابن الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الكويت ويحفظ اهلها اهل الكويت وكل واحد يضايق من كلمة اهل الكويت اصر الله يحفظ الله يحفظ اهل بلد خلنا نقوله شيء خلنا وصل حق اتفاقات خير شرايك الله يحفظ كل من هو موجود على هذه الارض الامنة بامن وسلام شرايك الله يحفظ شرايك الله يحفظ هذه البلد باهلها اهل الكويت وضيوفها المقيمين وحن نرجع مرة ثانية طيب انا وصلت بذلك الختاب انا وصلت بذلك الختاب ومحمد تجاوزت الوقت المسموح لي فيه كل الشكر كل الشكر لك وان شاء الله يجمع للقاء اخر ومرة ثانية الحمدالله على سلامتك الله الله يسلمك وخليك ومشكور بهذه المناسبة اشكر جميع الاخوة اللي اقاموا حفلات ما هي تكريم الحمد بسلامتك يعني مثلا الدعوين المختلفة واهل الكويت اللي توافدوا وليوا اشكروا الجميع وقبل كل هذا اسجد لله حمدا وشكرا ان نعم عليه بالصحة وخلاني اشوف الكويت مرة ثانية واشوف اهلها الطيبين وعاشوا اهل الكويت حياك الله محمد شكر موصولكم مشاهدين الكرام وعدنا الجدد في حلقة جديدة من برنامج بثير الجدد الى ذلك الان تقبلوا تحياتي وفريق البرنامج وفي امام الله اشتركوا في القناة